بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله أما بعد فما زلنا مع الحديث الثالث من أحاديث كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق ومضى فاللقاء السابق ذكر تقريبا عشرة أوجه من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث ولكون الحديث طويل فإنني أختصر قراءته فيما يتعلق بموضوع هذا اللقاء وأذكر الفوائد على ذلك فقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جبريل عليه السلام لما قال له اقرأ وقال ما أنا بقارئ إلى آخر ما ذكر قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمي خديجة ابن عمي خديجة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني وفي رفض العربي فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا النموس الذي نزل الله على موسى وفي لفظ على عيسى يا ليتني فيها جذعا يعني شابا ليتني حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي تتمت الفوائد في هذا الحديث الوجه الأول فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة بن قصي بن كلاب وخديجة أول من أسلم من النساء وهي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وعشرين سنة وكانت امرأة عاقلة وكانت أيضا ذا ماء ذات وكانت تاجرة ذات مال وكانت لها وكان لها حضور قوي في المجتمع المكي رضي الله عنه وسيأتي مزيد شيء من مناقبها وفضائلها في محله وفي مكانه الوجه الثاني قول خديجة رضي الله عنها لما شكى إليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها لقد خشيت على نفسي قولها كلا لا يخزيك الله أبدا هذه لها عدة معاني المعنى الأول النفي والإبعاد والمعنى الثاني تأتي بمعنى حقا والمعنى الثالث تأتي بمعنى ألا التي للتنبيه وقد جمع ابن الأنباري العلامة اللغوي المعروف جمع أقسامها ومواضعها في باب مستقل من كتاب الوقف والابتداء وقد ذكر العلماء من اللطائف في هذا الحديث أن خديجة رضي الله عنها نطقت بهذه الكلمة وهي قولها كلا والله لا يخزيك الله أبدا موافقة لما جاء في نسق سورة العلق وهو أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الله عز وجل جاءت كلا في ثلاث مواضع من سورة العلق فكان هذا اتفاق عجيب لخديجة رضي الله عنها الوجه الثالث استدلت خديجة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصيبه مكروه لما كان عليه من شمائل الأخلاق ومكارم الآداب وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصدق والنجدة والإنفاق والسماحة صلى الله عليه وسلم ولذلك قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا وذكرت من جملة ما ذكرت قالت إنك لا تصل الرحم لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وغير ذلك مما ذكرته رضي الله عنها وهذا قطرة من بحر أخلاقه وآدابه وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم الوجه الرابع أن في هذا الحديث جواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان ذلك لمصلحة الراجحة وما ورد من النهي عن المدح في الوجه وأن قال النبي عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوه المدحين التراب إنما هذا كان لمن مدح بباطل أو مدح مدحا يؤدي إلى باطل هذا الذي ذكره أهل العلم من أهل التحقيق الوجه الخامس أن الأعمال الصالحة سبب من أسباب النجاة بإذن الله تعالى للإنسان في هذه الحياة ولذلك تقرر عند خديجة وعند غيرها أن الإنسان إذا كان من أصحاب الأعمال الصالحة فإن الله تعالى لا يمكن أن يخزيه أبدا لا يمكن أن يخزيه أبدا قد وعد الله جل وعلا يعني الصالحين بذلك ولذلك قالت خديجة وقد أقسمت على هذا والله لا يخزيك الله أبدا وهذا يدفع الإنسان إلى أن يعمل صالحا وأن يكثر من الأعمال الصالحة وفق المنهج الشرعي الوجه السادس فضل ورقة ابن نوفل وهو ابن عمي خديجة رضي الله عنها وكان على التوحيد والراجح أنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وقلت الراجح لأن المسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم لكن الراجح أنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدق به وتمنى لو أنه كان شابا في الفترة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام حيث أنه أقسم لينصرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن الله تعالى قدر أن يموت ورقة بعد أشهر قليلة أو بعد أيام قليلة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما يدل على أن ورقة رضي الله عنه قد آمن ما جاء في الأحاديث التي بمجموعها تنتهض للاحتجاج أن النبي عليه الصلاة والسلام رأاه في الجنة رأى القس ورقة في الجنة وأيضا نهى عن سبه وفي هذا أخبار كما ذكرت ترتقي بمجموعها إلى الاحتجاج الوجه السابع جواز ذكر الشخص بالعاهة التي فيها التي فيه ككونه مثلا أعمى أو أعمش أو أعرج أو كذا وذلك للتعريف بشرط ألا يقصد التنقص ولا يكون هذا من الغيبة كما قال الناظم وذكره بالوصف أو اللقب وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة اللاباسة إن لم يعبي وقد ذكرت خديجة بأن ورقة قد عمي ورقة قد عمي بعد ذلك الوجه الثامن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تفاجأ حينما قال له ورقة حين يخرجك قومك يعني لما قال يا ليتني فيها جذعا ليتني حيا إذ يخرجك قومك النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من هذا ثم سأل قال أوى مخرجيهم وهذا يدلنا على أن الوطن يسكن الإنسان وأن الله تعالى جبل النفوس على محبة الأوطان فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب مكة حبا عظيما لأنها البلد التي منها خرج وفيها ولد وعلى أرضها درج وقد تنسم هواءها وشرب ماءها ولعب في مرابعها وعاش فيها ويعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب مكة حبا يعني اتضح هذا بشكل جلي حينما خرج منها مهاجرا إلى المدينة ووقف عند الحزورة ملتفتا إليها التفات تأسف وألم يقول والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا قومك أخرجوني ما خرجت ولذلك يعني محبة الأوطان تعدل الأنفس قد جاء هذا في القرآن في مواطن أن الله تعالى عدى أن الله تعالى سوى بين الإخراج من الوطن وبين إزهاق الأنفس الوجه العاشر والأخير أن سنة الله تعالى الكونية في الخلق وفي عفوا أن سنة الله تعالى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يتعرضون لمواجهة عنيفة ولمعارضة قوية من القوم الكافرين وتتمثل أيضا في مجموعة من الممارسات ومن جملتها الإخراج من الوطن كما أخرج إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وجمع من الأنبياء من جملة ما عانوه أنهم أخرجوا من من أوطانهم والمعنى بأن ورق ابن نوفل قال له قال للنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي إلا عودي يعني نصبوا له العداء وهناك إخواني وأخواتي مجموعة من الفوائد التي تدرك يعني بالنظر إلى ظاهر هذا الحديث يعني تركتها محافظة على يعني وقت مقدمة البرنامج وسيأتي إن شاء الله مع الوقت ذكر شيء من الفوائد الكثيرة التي نستنبطها ونستفيدها مما ذكره العلماء وليس لنا فيها إلا الجمع من كلام أهل العلم والحديث إن شاء الله نكمل بقيته في اللقاء القادم صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد اشتركوا في القناة